أنا عايزة إحنا معنا صور عايزين برضو ننزلها وحاجات عن التكريم وحاجات عن الكتاب ياريت وإحنا بنتكلم برضو مع أستاذ عمر تنزل بس أنا عايزة أسألك عن هنا قصة يعني أنا حبة جدا زي ما أنت قلت فكرة أن المشجع لكرة القدم مش بس بيحضر مطشاط وراء فريق وراء المنتخب لا ولازم يتعمق وده ابتدت الثقافة تختلف شوية في فترات الأخيرة فإزاي ممكن أن احنا نقيص ده على فكرة الإقبال على المعرض وشراء الكتب الخاصة أنا عايزة أقولك أنه أنا بمشاركتي في ثلاث معارض حتى الآن بثلاث إصدارات مع كل سنة الإقبال على الكتب الرياضية بيزيد جدا مش نفس الكتب بتاعتي أنا شبتكلم بقى على الكتب بتاعتي بشكل عام الجمهور الرياضي بدأ يكون له حضور وتواجد في معرض الكهيرة الدولي للكتاب وحتى بنشوف على السوشال ميديا الناس بتبعت لنا أن أنا اشتريت كتب كذا أنا بشوف كتب كذا ويرشحوا البعض كتب رياضية بيز قوي يعني الثقافة اختلفت برضو الثقافة اختلفت طبعا ويعني أنا أعتقد بالمناسبة يعني ده كان تكريم من نادي للتحاد السكنداري والحقيقة نادي للتحاد السكنداري من الأندية العزيزة علينا كلنا ومن الأندية التلخية ده محمود بيل قاضي عضو مجلس دارة الاتحاد السكنداري كان موجود ممثلا عن النادي ده جزء من الحضور يعني مشكرهم كلهم طبعا يعني قيادات الرياضة المصرية والناس كلهم أنا بعتز بيهم يعني معاني العميد محمد مرجان مهندس أحمد مجاهد أحمد حسام عوض محمود القاضي كابتن مجدي طلبة كابتن أحمد مجدي دكتور ياسر أيوب اللي قدمني في الندوة والحقيقة أضاف كتير للحدث محمد غرابة من نادي أمبي دكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس دارة الاتحاد الكرة الحالي يعني اكتكات انتمر باجاتو مصندة حلوة جدا جدا وبتأكد كمان أن الناس مهتمة بفكرة أنه يكون فيه مشاركة رياضية في الجانب الثقافي يعني ما تبقاش الحكاية مقتصرة على المنافسات نبترض تنحسر بشكل مرحوظة الفترة الأخيرة نتيجة أن الناس كتير بتأخذ معلوماتها من السوشيال ميديا واللي مش بالضرورة تكون معلومات موثقة ولا حتى سليمة ولا حتى حتى حد تعب في البحث عنها يعني أحيانا بتبقى حاجات مغلوطة كتيرا فكرة أنه أنت توجه الناس والشباب أنه هم يقروا هو ده الأهم لأنه لما هتوجهوا أنه يقرأ ويقرأ حاجة بيحبها هيبتدي يدور بالضبط هيبتدي يدور على المعلومات أنا يعني دايما الناس فيه ممكن الشباب الصغير بيبتدي يقول لك الكتب دي حاجة كبيرة وصعبة اقرأ في مجال سهل من اللي انت بتحبه هتلاقي الحكاية هتمشي معك وهتبقى سهلة يعني أنا أعتقد أنه التجربة نفسها كانت حلوة أنا شفت كتب كتير جدا السندي في المعرض الرياضية يعني وبالمناسبة فيه كتب منهم الطبعة الأولى والتانية خلصت منها يعني كتاب صفحات من تاريخ الأهلي مثلا طبعتين خلصوا في المعرض فده نجاح للكتب الرياضية مش بس الكتب مثلا اللي أنا بعملها أنا مبسوط أنه أنا كتبي الحمد لله بتحقق نجاح لكن في نفس الوقت بشوف أنه كل ما زاد عدد الكتب الرياضية المشاركة في معرض الكتاب كل ده مكان نجاح لفكرة الأدب الرياضي اللي كان مش موجود على الساحة تقريبا لفترة طويلة الفترة اللي فاتت يعني نقضينا مثلا